صعب أنك تتحدث عن هذا الحضور الجماهيري وهذا العالم و هذه الإنجازات بدون إعلام قوي إحنا صرنا في زمن الإعلام يعني هذا شلاح شلاح الإعلام ربما لا يقل أهمية عن اللاعب عن المدرب من هنا يعني أنا بحكي لك يعني أنا يعني بوجه كل الشكر للاتحاد الردين وقرة القدم ويعني كان إنه تجربة معهم في نهايات كأساسية ناجعة لأنه كان الاتحاد حريص جدا أن يكون الإعلام كما هي الاستعدادات الفنية كما هي الاستعدادات الإدارية كما هو الاهتمام الطبي بالعكس يعني كان هناك تسهيلات كبيرة أصلا يعني اتحاد الإعلام كان بإمكانه يرسل موفد إعلامي واحد لا بالعكس كانوا أربعة الحمد لله رب العالمين وبالتالي كان دور كبير أيضا للجنونبية والأمين العام للجنونبية ونائب رئيس اللجنونبية كان لهم دور كبير فالإنجاح مهمة هذا الوفد وإن شاء الله نطلع إحنا كمان أنه حتى وفودنا في ألعاب أخرى يكون معه إعلامي حتى ينقل الخبر سواء للوسائل المرئية أو المقروعة أو المسموعة جميل طيب خلال أيام القليلة الماضية كان في منكو كاتحاد إعلام كان في مبادرة لتكريم المنتخب الوطني وحظيته بلقاء وتكريم الكابتن إحسان عموتة الموديل الفني للمنتخب الوطني وكذلك الكابتن موسى التعمري طبعا كاتحاد الإعلامي الأردني برئاسة الزميل أمجد المجالي وكذلك حضور السيد وزميل أيضا العملاق عوني فريج وحظرة كنت موجود وهذه لقطات من التكريم اللي بنشوفها للكباتن وكان في جلسة حوارية بدي تحكي لي شو سر الجلسة هاي لأنه أكيد فيه سر أنا ما يعني فيه تكريم أكيد فيه تقدير وهذا دور مهم لاتحاد الإعلام ولكن فيه رسالة أنت حابين توجهها هذه الأيام ما هي أولا هذا التكريم جزء من احتفال كبير سيقيمه اتحاد الإعلام الرياضي خلال الأيام القليلة القادمة احتفالا باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك على العرش جميل ولتكريم أندية وشخصيات ساهمت بشكل فعال في دعم كرة القدم الأردنية خلال 25 سنة الماضية جميل هذا الحفل كان على هذا لأول مرة هذا لأول مرة اتحاد الزملائي في مجلس إدار اتحاد الإعلام الرياضي مشكورين أجمع أنه نقيم هذا الحفل لأول مرة ليصبح تقليد وتحضير لملتقى عمال للإعلام الرياضي المتوقع أن يكون في حزيران أو تموز سيكون هناك ملتقى عمال للإعلام الرياضي مميز لكن هذا الاحتفال اللي احنا سنقيمه خلال الأيام القليلة القادمة وضعنا اللمسات الأخيرة على ترتيبه بالمناسبة يعني عملنا له عملية تسويق ناجحة وكان من ضمن المكرمين في هذا الحفل الكابتن حسين عموتة ولاعبنا الدولي المحترف موسى التعمري لكن بسبب مغادرتهم الأردن صبيحة المباراة الباكستان بعد المباراة يعني في المباشرة مباشرة أردنا أن نسلمهم الجوائز في احتفال أنيق وتم تسليم الجوائز وكان في تسليم الجوائز أيضا الأستاذ الدكتور المحامي رفعة الطويل وهو داعم هذا الحفل يعني حرص تماما على الوقوف إلى جانب اتحاد الإعلام الرياضي في هذا الحفل حتى يكون بصورة مميزة هذا العام وبالمناسبة الاحتفال سيقام برعاية معالي المهندس وجي عزيزي وزير الدولة ووجهت بدأنا بتوجيه الدعوات لكبار الشخصيات والأندية والذين سيفوزوا بالجوائز اتحاد الإعلام لهذا العام لم يعلن عنهم بعد يعني سيكون خلال الحفل الإعلان عن من سيفوز بجوائز اتحاد الإعلام الرياضي وبالمناسبة أيضا لتوضيط العلاقة مع وسائل الإعلام أطلقنا يعني الجوائز هاي باسم مؤسسات الإعلام يعني مثلا أنتوا عندكم جهاز التلفزيون الأردني يعني مين يفوز فيها ما بنعرف فيهم الحفل يعني إيش الجائزة؟ يعني الجائزة باسم المؤسسة باسم المؤسسة كذلك أيضا الدستور والرأي والغد جميل والوسائل الإعلام الأخرى وبالمناسبة ستكون هناك جائزة باسم نقابة الصحفي للأردنيين معناته اللي بفوز بجائزة التلفزيون احنا بدنا ندير بالنا عليه كل مؤسسة ندير بالها يعني بالقرعة المسؤول عن الممثل التلفزيون سيكون بالاحتفال سيصعد إلى منصة تتويج تسليم الجائزة وهذا تقليد لأول مرة اتحاد الإعلام الرياضي بنفذه إن شاء الله سيكون في السنوات القادمة بصورة أكبر لكن احنا يعني سعداء جدا بإقامة هذا الاحتفال بدعم الدكتور رفعة الطويل لأنه أصر إنه يعني يكون هذا التقليد سنوي وإحنا قلنا له لا بالعكس راح يكون سنوي وبصورة أوسع كمان وبنشكره على ما يقدمه من دعم لمسيرة هذا الاحتفال السنوية بصورة مميزة طيب سيد شاب لي أنا يعني تسربت لمعلومات زي بيقولوا تسريب مش كان في حديث بينكم بين الكابتن حسين عموتة بدي أعرف شو هذا الحديث منك من الكابتن أو الزميل رئيس الاتحاد أمجد المجالي والأستاذ عوني فريج بماذا تحدثتم مع الحسين عموتة وأنا شايفك مبتسم لأننا بعرف شو الحديث بس بدي أسمع منك تفضل والله هو المجارس أمانات يعني كان يعني شوف بدأنا بالحديث مع حديث أخوي وليس للنشط نحن بنحكي عن الحديث اللي بخص مصلحة الجميع مصلحة الجميع يعني كان أكدنا له أنه الإعلام الرياضي راح يكون معاه دائم وللمنتقب وللنشامة وبعدين سألنا يعني ما هو مستوى الطموح بين المؤتمر الصحفي الأول اللي قدموا فيه الاتحاد وبين المرحلة الحالية للمنتقب الوطني قال أنا مطمئن يعني وإن شاء الله تعالى أنه أكون جزء أو سبب سبب في إفراح الشعب الأردني في تصفيات كأس العالم وإن شاء الله تعالى بوعدكم أنه كمان المنتقب سيظهر أمام الباكستان بصورة مميزة وبهمنه مجموعة أهداف تكون يعني مرتفعة العدد هذا الشرط حقه أقول يعني بصراحة فأنا يعني قلت له يعني اللي بيهاجم يعني حسين عموتة على السوشال ميديا أو بيبدي وجهة نظره وهو مستعجل قلت له يعني صياما مقبولا انت صار يضحك يعني فهو يعني قلنا له عنده يعني أنت صبرت ونلت يعني بصراحة أنا سبق من على هالشاشة أنا من هالمنبر هذا توقعت في لقاء مع زميننا الأستاذ ليث الدكتور ليث مبيضين صحيح قلت له مترك عموتة يعمل وبعدين منحاسبه يعني قبل ما يروح على قطر وفعلا أنا واحد من الناس اللي أنا سعيد جدا كانت توقعاتي أنه نعطي فرصة كاملة نعطي فرصة كاملة ونحاسبه لأنه بصراحة اتحاد كرة قدم ما قصر في دعمه للكبتن عموتة وهو كان على قد حارو يعني في هذا الوقت بالتحديد لمنتخب الوطني بجد أنه الشخصية المناسبة في المكان المناسب لكن أنا بحب أطمن كل عشاك كرة قدم في اللقاء الذي تم قبل ساعات من مباراة باكستان قال على الإعلام الرياضي وجماهير كرة القدم أن تستعد لفرح كبير يا سلام هذا يعني الحسين عموتة قال تستعد لفرح كبير يا سيد إن شاء الله أنه نفرح سويا معاه وإحنا سعيدين بتواجده معنا وبالتأكيد سعيدين بكل الإنجازات التي اتحققت ليسعين بكير يا سيد اشتركوا في القناة